لا شيء يعدل إيماني بقرآني فالله أحيا به الدنيا وأحياني فالله أحيا به الدنيا وأحياني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين تمر علينا في الأيام القادمة ذكرى شهادة الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وبهذه المناسبة نتحدث بإذن الله تعالى حول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ضمن عنابينا أربعة العنوان الأول العنوان الأول الإمام زين العابدين وحركة تربية العبيد العنوان الثاني العنوان الثاني الإمام زين العابدين وإحياء قضية عاشوراء العنوان الثاني العنوان الثالث الإمام زين العابدين وتخريج أجيال من الفقهاء والعلماء والروات وحملة الشريعة العنوان الرابع العنوان الرابع الإمام زين العابدين ومدرسة الدعاء نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله حول العنوانين الأولين وقبل أن نتحدث قول العنوان الأول نقدم مقدمة تتناول على نحو الإجمال وضع العبيد ووضع الموالي بشكل عام في ذلك العهد الذي يطالع التاريخ يجد بوضوح أن العبيد كانوا يعيشون في المجتمع المسلم في حالة تخلف تخلفاً فكرياً وثقافياً ودينياً وأخلاقياً وعلمياً من جانب وكانوا يعيشون حالة من المنبوذية الاجتماعية والسياسية من جانب آخر هؤلاء العبيد الذين جاءوا من البلاد الأخرى لم تتح لهم في بلادهم فرص للتعلم وللرقي الأنظمة التي كانت حاكمة في تلك البلاد كانت تحضر العلم العلم كان محظور للمجتمع العلم كان خاص في كثير من تلك البلاد في الطبق الحاكمة أو في بعض أفراد الطبق الحاكمة والسر واضح في ذلك لأنه العلم طريق إلى مشاركة المحكوم للحاكم العلم يفرض ذاته العلماء حكام فإذا الشعب تعلم طبعاً يفرض ذاته على الحكم القائم ولو بنحو من الأنخاء هؤلاء ما كانوا يريدون أن يشاركهم أحد كانوا يريدون أن يتفردوا بالقرار إذن لم تتح لهم في بلادهم فرص للتعلم وللرقي عندما جاءوا إلى البلاد الإسلامية المفروض أن هذه البلاد تمثل الإسلام وتمثل الدين ولكن الحكومات القائمة كانت تحمل روح عنصرية قومية قبلية طائفية ولذلك العبيد والموالي بشكل عام كانوا يعيشون حالة من المنبوذين كانوا منبوذين وكانوا محتقرين وكانوا مهانين هناك رسالة كتبها معاوية ابن أبي سفيان معاوية من الأفراد الذين كانوا يحملون الروح قومية وعنصرية شديدة الآن ما هو العامل في ذلك؟ هذا بحث آخر لا يهمنا هذا البحث الآن هناك رسالة كتبها معاوية إلى زياد ابن أبيح هذه الرسالة تعكس جانب من ذلك الوضع للعبيد وللموالي بشكل عام يقول معاوية في هذه الرسالة انظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم يعني غير العرب مو يعني الإيرانيين كل من لم يكن عربياً فهو أعجمي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين انظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم فخذهم بسنة فلان قبل معاوية أيضاً بعض الحاكمين كان منهجهم منهجاً عنصرياً قومياً فإن في ذلك خزيهم وذلهم ومن أسلم من الأعاجم هذا مستم مسلم إيراني مسلم هندي مسلم رومي هذا يجب في ظل الحكومة التي تدعي الإسلام أن يذل ويخزى فإن في ذلك خزيهم وذلهم هذا العنوان العريض العام بعدين يذكر له مفردات تفصيل لهذا العنوان الكلي أن تنكح العرب فيهم وَلَا تُنْكِحَهُمْ أُخْذُ مِنْهُمْ وَلَا تِطُّوهُمْ وَأَنْ تَقْصُرَ بِهِمْ أو تُقَصَرَ بِهِمْ فِي عَطَائِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ الرواتب مالهم تكون قليلة وَأَنْ يُقَدَّمُوا فِي الْمَغَازِيْ في الجبهات خلوهم في الصف الأول حتى يقتلوا يصلحون الطريق أَرْزَلِ الأَعْمَالِ إِطِيهُمْ عُمَّالِ البَلَدِيَّةِ خَلْ يَكُونُونْ كُلْهُمْ مِنَ الْأَعَاجِ وَيَقْطَعُونَ الشَّجَرِ وَلَا يَأُمُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي صَلَاةِ إِمَام جَمَاعِ أَعْجَمِ في ظل حكومة معاوية وسنة فلان قبل معاوية الأعجمي المسلم المؤمن الذي يتشهد الشهادتين ما إلا حق أن يكون إمام للجماعة وَلَا يَتَقَدَّمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الصَّفِ الْأَوَّلِ إِذَا حَضَرَتِ الْعَرَبِ في الصَّفِ الْأَوَّلَ مَلَيُكْفُمْ مَادَامْ أَكْوَ عَرَبِي واحد من الموالي ما عنده حق يقف في الصف الأول يجب أن يقفوا في الصفوف الخلفية ذول هؤلاء هم الذين يرون الإسلام للعالم ليش الغرب ضد الإسلام؟ الغربيين أكثرهم ضد الإسلام لأنهم هذا من العوامل لأنهم رأوا هذا التاريخ رأوا هذا الواجه من الإسلام الإسلام المدعى ولم يروا الوجه الحقيقي الوجه الثاني بل الوجه الأول من الإسلام إلا أن يتمموا الصف إذا الصف الأول مات بالعرب صلاة الجماعة فيها صف واحد ما يخالف الأعاجم يجون يتممون الصف في نهاية الصف الأول وَلَا تُوَلِّ أَحَدًا مِنْهُمْ ثَغْرًا مِنْ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فَإِنَّ هَذِهِ سُنَّةُ فُلَانُ وَسِيَرَتُهُ فِيهِمْ بعدين يقول فَإِذَا جَاءَكَ كَتَابِ هَذَا فَأَذِلَّ الْعَجَمْ إِذْلَالِ وَأَقْصِهِمْ إِقْصَاءَ أو تَحْمِيش وَلَا تَسْتَعِنْ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا تَقْضِ لَهُمْ حَاجِهِ هَذُو مُو بَشَار نحن إذا كافر يجي يطلب منا حاجة نقضي حاجته ولكن هذا المسلم الأعجمي إيرانياً كان أو هندياً أو رومياً أو أفريقياً حول الأفارق يعدهم روايات عجيبة في كتبهم كاتبين الروايات ويصححون هذه الروايات راجعوا كتاب كشف الخفاء المجلد الأول صفحة 226 وغيره من الكتب وغيره من الكتب بشر من من خلق كثير منهم أسلموا كثير منهم قام كيان الأمة الإسلامية عليه ولكن معاوية يقول هذا الحديث يقول إنما الأسود لبطنه وكذا ما أتمم الحديث ويقولون إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا هذا تقييم الحديث هذا ليس تقييم السلطة فقط هذا تقييم الحديث لهؤلاء العجم والموالي فإذا جاءك كتابي هذا فأذل العجم وأقصهم ولا تستعن بأحد منهم ولا تقض لهم حاجة ثم بعد ذلك يذكر قضية الحبل والأشبار الخمسة مذكورة راجعوها هذه الرواية مذكورة بتفصيل في مصادر منها كتاب سليم بن قيس الهلالي من صفحة 174 إلى صفحة 179 العجيب أنه بعض المؤرخين يذكرون أن بعض الموالي كرد فعل على هذا الواقع القائم كتبوا كتبا في ذنب العرب طبيعي عندما فئة تكون منبوذة تسأل لكرامتها كتبوا كتب في ذنب العرب والمؤرخون يذكرون أن العرب كتبوا كتبا في ذنب الموالي هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم النبي صلى الله عليه وآله الذي لم يكن يفرق بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي ومقداد العربي انتهوا إلى هذه الحالة أذلهم وأخذهم أن الإمام السجاد صلى الله عليه وآله تزوج مولاتا له يعني أمه اعتقها وتزوجها عيون عبد الملك ابن مروان كتبوا إليه أن الإمام السجاد تزوج أمة الله فالإمام السجاد فالعبد الملك ابن مروان كتب رسالة يشنع فيها على الإمام السجاد الإمام السجاد صلى الله عليه كتب له رسالة جوابية قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن النبي صلى الله عليه وآله تزوج صفية اليهودية اللي كانت أمتا اعتقها وتزوجها وأنكح امرأة شريفة من قريش لعبده هذه مقاييس جديدة جاء بها الإسلام هذا لا يشكل لو من عليه عندما بلغ مكتوب الإمام السجاد إلى عبد الملك ابن مروان قال إن علي ابن الحسين يرتفع حين يتضع الآخرون يعني هذا كان يشكل ضعه من الناحية الاجتماعية أنه واحد يتزوج أمتا أو امرأة غير عربية في مثل هذا الواقع القائل العبيد كانوا يعيشون حالة تخلف فكري اجتماعي ثقافي ديني الظروف في بلادها والظروف في هذه البلاد أكو هنالك نقطة قبل أن ننتقل إلى ما قام به الإمام السجاد صلوات الله عليه نقطة ثانية وهذه النقطة أن الإنسان في أي موقع كان وأيا كان يحمل في داخل قدرات هائلة ضخمة للسمو والارتفاق وفيك انطول عالم الأكبر هذا العابد المتخلف الجاهل المنحط من الناحية الأخلاقية والدينية والاجتماعية هذا في داخل قدرات هائلة تمكنه أن يرتفع من أسفل سافلين إلى أعلى عليهم ولكن بشرط واحد وهذا الشرط أن يجد المربي نحن أيضاً كثير من الأحيان واحد ييأس من نفسه يشوف أنا والأولياء كثير من واحد يبتلى بحالة القنوط حالة الإحباط بالذات إذا كان عاش في بيئة غير ملائم أكثر الأفراد ما عدهم طموح أن يكونوا أولياء لله سبحانه أن يصلوا إلى مستوى الأولياء إحنا وأولئك وأولياء الله لا أقصد المعصومين صلوات الله عليه والأنبياء والأئمة هؤلاء لهم مقامه كلامي في غيرهم من الأولياء ولكن لا عبد مثل مئات الألوف من العبيد ولكن هذا العبد وجد مربياً من هو المربي؟ أبو ذر أبو ذر أيضاً هو من قبيلة قاطع للطريق ولكن أبو ذر وجد المربي هذا الذي ينتمي إلى قبيلة قاطع للطريق كما يقوله في أعيان الشيعة وإذا به يتحول إلى أبو ذر جاء لقتل النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أروح أشوف هذا المدعي للنبوة إن كان كاذباً ضربت عنقاً هذا أبو ذر وجد المربي وإذا به يتحول إلى ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبيه هذا العبد وجد مربي مثل أبو ذر وإذا بهذا العبد العبد الذي يعيش في بيت أبو ذر وإذا به يرتفع ويرتفع ويرتفع ويتحول إلى شخص يأتي الملايين من العلماء والفقهاء والأبرار والصالحين والأولياء والمؤمنين ويقولون له بأبي أنت وأمي جون في كربلاء أحد العبيد الذين قتلوا في كربلاء جون مولى أبي ذار عبد أبو ذار نحن نأتي ونقف ونقول له بأبي أنت وأمي شوذب عبد مثل مئات الملايين من العبيد ولكنه وجد مربي مثل شاكر وإذا بهذا العبد يرتفع ويرتفع ويرتفع إلى أن يقول في حقهم الإمام الحسين صلى الله عليه إني لا أعلم أصحابا أوفا ولا خيرا من أصحابي هذا شوذب مولى شاكر واضح الذي هو غلام كمئات أو عشرات الملايين من العبيد وجد مربي وهذا المربي هو الحرث نشأ في بيت الحرث وإذا به يتحول إلى شهيد من أولئك الشهداء الذين لا يلحق بهم لاحظا في كربلاء أربوطعش عبد قتلوا بين يدي سيد الشهداء أربوطعش واحظا وتذهبون ونذهب ونقول لهم بأبي أنتم وأم وواحد آخر عبد خامس عشر قتل أيضا في طريق سيد الشهداء ولكنه قتل في البصرح لا في كربلاء مبعوث الإمام الحسين إلى البصرح عبد كان أخذوه هناك وقتلوا إذا عبد يعيش في بيت أبي ذر يتحول إلى جون عبد يعيش في بيت شاكر يتحول إلى شوذب عبد يعيش في بيت الحرس يتحول إلى ذلك الشهيد العظيم فما بالك بالعبد الذي يعيش في بيت حجة الله وقلب عالم الإمكان عبد يخضع للتربية العملية للإمام زين العابدين لزين العابدين يخضع للتربية العملية العام حفظه الله كان ينقل هذه القضية يقول إن السيدة البروجردي المرجع المشهور رحمة الله عليه افتتح مركز إسلامي في ألمانيا مثلا هذه القضية يمكن قبل خمسين عام التلفزيون الألماني طلب من وكيل السيد البروجردي أن يعرض فيلما عن السيد البروجردي هذا الوكيل فكر أنه أي فيلم من الأفلام يعرض ففكر أن يعرض في الموضوع السيد البروجردي وضوع السيد البروجردي مكاتبين في أحواله هذا أذكره بين قوسينه وكان يهتم بصلاة يعني كلنا يجب أن نكون كذلك جداً كان يهتم التلفزيون الألماني عرض فيلم وضوع السيد البروجردي عملية الوضوع يقوم بها مثل السيد البروجردي وبتلك الحالة من الخشوع والخضوع هذه القضية بين قوسين يقول أحد الغربيين في كتابه في يوم من الأيام كان في الجزائر يقول كنت أمشي في الجزائر على ما أتذكر يقول كنت أمشي شفت واحد من الفلاحين دا يقوم بحركات ملفتة للنظار فاستوقفتني هذه الحركات وأثرت في وجداني تأثيراً عميقاً يقف بخشوع يركع يسجد إحنا ألفنا هذه المظاهر هذه المظاهر جداً مؤثرة بعد ما أكمل إجعد هذا الفلاح قال ما هذه الحركات قال أصلي لله قال ما دينك قال الإسلام قال ما هو الإسلام قال الشهادة فتشهد الرجل الشهادة لمنظر الصلاة فتشهد الرجل الشهادة العام حفظه الله كان ينقل بعد ما أرض هذا الفيلم في ذلك اليوم عشرة من المسيحيين أسلموا لفيلم وضوء السيد البروجي هؤلاء العبيد كانوا يعيشون في بيت الإمام السجاد صلوات الله عليه يرون عبادة الإمام السجاد إحنا عندما نقرأ عبادة الإمام السجاد بعد ألف وأربعمائة عام كم تؤثر فينا فكيف بذلك الرجل الذي يشاهد عبادة الإمام السجاد جارية جارية الإمام السجاد سئلت عن عبادة الإمام السجاد فقالت أطنب أو أختصر قيل لها لا بل اختصر فقالت ما فرشت له فراشا بليل قط ولا قدمت إليه طعاما بنهار قط يعني ولا ليلة من الليالي الإمام كان ينام ولا يوم من الأيام كان يفطر يعيش في عبادة دائمة الفرد الذي يعيش في مثل هذا الجو الفرد الذي يعيش في الجو الأخلاقي الحاكم في بيت الإمام السجى صلوات الله عليه هذا ما يتحول إلى ولي من الأولياء كثير منهم ما يتحول إلى رجل مستجاب الدعوة يدعو الله سبحانه وتعالى فلا يرد دعاء الجارية التي تأخذ الإبريق أو ظرف الماء فيسقط من يدها على وجه الإمام السجاد ويشج رأسه أو وجهه فيقول لها أنت حرة لوجه الله الإمام السجاد هشام الذي كان والياً للمدينة كان يؤذي الإمام السجاد بأشد أنواع الإيضاء عندما جاء عزل هشام من المدينة قالوا أن يوقف في مكان عام كل واحد عند حق فليأتي ويأخذ حقه من هشام هشام كان يقول أنه أنا ما أخشى أحداً كما أخشى الإمام السجد لأنه ما أساء إلى أحد كما أساء إلى الإمام السجد هذا هشام الوالي الأموي كيف كان متخوف الإمام السجد يمر ويوصي الذين معه بأن لا يتعرضوا له بسوء عندما يمر الإمام السجد يقول هشام الوالي الأموي الله أعلم حيث يجعل رسالته الذي يعيش في مثل هذا الجام كيف يكون؟ هؤلاء العبيد أصبحوا حملة للواء الإسلام في بلادهم وقومهم العبد لا يبقى يعود إلى بلده العبد السوداني يعود إلى السودان العبد المصري يعود إلى مصر ولكن أي عبد كيف خرج هذا العبد وكيف عاد هذا العبد؟ شخصية أخرى عبد هؤلاء نشروا الإسلام ونشروا التشيع في تلك المدينة أنا أتصور أن من العوامل المهمة في حب هذه البلاد لأهل البيت أنتوا الآن إذا ترحون إلى مصر تجدون حب مفرط لأهل البيت روحوا إلى إفريقيا كثير من البلاد الإفريقية يحملون ولح بأهل البيت كل واحد عاد إلى وطنه بعد تحريره وإذا به يرفع راية الإسلام الحقيقي وراية أهل البيت في تلك البلاد هذا عمل جدا عظيم قام به الإمام السجار صلوات الله وسلامه عليه أروا الإسلام الذي رأوه إسلام الإمام السجاد مو إسلام معاوية وإسلام يزيد وإسلام عبد الملك الذي يسمى بإسلام وليس بإسلام أروا هذا الإسلام الذي رأوه؟ وأنا أتصور أن من عوام البقاء هذه البلاد على الإسلام عمل الإمام السجاد برد فعل يصير عندما من يسمي نفسه خليفة النبي يعني معاوية يقول أذل هؤلاء وأخذهم ولا تقضي لهم حاجة عندما يشوفون هذا الإسلام قطعاً يرتدون عن هذا الإسلام هذا الإسلام مقابل للقبول ولكن عندما رأوا الوجه الآخر للإسلام وبعبارة أدق الوجه الحقيقي للإسلام الذي جسده أهل البيت والإمام السجاد شوفوا له هذا الإسلام آخر رأوا الحقيقة رأوا الواقع إحنا الآن في العالم أيضاً أكو كثير من الإبهام حول الإسلام هذه الصور التي تعرض عن الإسلام مو صور مشجعة لا التاريخ تاريخ مشجع ولا الواقع القائم واقع مشجع أحد الإخوة القادمين من تلك البلاد البلاد الغربية كان يقول سبعين بالمية طبق الإحصاءات الأخيرة يحملون انطباع سلبي عن الإسلام الإسلام دين البطش والعنف والإرهاب والقتل لأن شوفوا الواقع التاريخ وشوفوا الواقع القائم إذا هؤلاء كانوا يرون الصورة الحقيقية للإسلام وهو إسلام أهل البيت لحملوا نظرة ثانية في ختام هذه النقطة الأولى وندع إن شاء الله بقية الأدوار التي قام بها الإمام السجاد صلوات الله عليه لأحاديث قادمة في ختام هذه النقطة أذكر عدة ملاحظات سريعة الملاحظة الأولى أين كان هؤلاء العبيد؟ الجواب على ذلك كما يظهر من بعض المؤرخين الإمام السجاد كان يملك أراضي واسعة في المدينة وأطراف المدينة وبساتين وبيوت من أين جاءت هذه الأراضي؟ ومن أين جاءت هذه البساتين؟ المؤرخون يشيرون في مطاوي كلامهم إلى أنها جاءت من أمير المؤمنين صلوات الله عليه الإمام أمير المؤمنين خمسة وعشرين عام أقصي عن الحياة السياسية والاجتماعية حرم الأم الإمام من جملة أعمال كانت إحياء الأراضي الميتة كان يذهب إلى الصحراء ويحيي الأراضي ويفجر العيون بالبحار رجعوا العيون التي فجرها أمير المؤمنين في رواية على ما أتذكر أن الإمام غرس مئة ألف نخلة مئة ألف نخلة كم كيلومتر من الأرض تأخذ؟ لأن النخلة خب ما يمكن تخلوها يمنخلة ثانية بين كل نخلة ونخلة أكو فاصل مئة ألف نخلة كم كيلومتر من الأرض الإمام أحيا هذه الأراضي وورثها كثير منها بعده الإمام الحسن والإمام الحسين معاوية ساوم الإمام الحسين على بعض هذه الأراضي لقاء مبالغ طائلة ورفض الإمام الحسين ما قبل أن يسلم هذه الأراضي إلى معاوية أراضي واسعة كبيرة العبيد كثير منهم كانوا يعيشون في هذه الأراضي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عمل الإمام كان عمل طبيعي غير مثير السلطة الحاكمة في ذلك الوقت كان عده حساسية شديدة تجاه أهل البيت وتجاه شيعة أهل البيت في التاريخ أكو هاي الرواية أظن مروية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه إذا كان يقال للرجل إنه زنديق يعني كافر أحب إليه من أن يقال له إنه شيعيون وموالي لأهل البيت الحجاج إذا كان يسمع كلمة كافر ما كان يتأثر ولكن إذا كان يسمع كلمة شيعي أو موالي لأهل البيت كانت تثيره هذه الكلمة مثل الآن تجدون في العراق إذا مسيحي يمر ما عدهم شغل بي إذا موالي لأهل البيت يمر يقطعون رقبتها بجرم أنه موالي لأهل البيت إذا الإمام كان يريد أن يقوم بمؤسسة تربوية صارخة في اليوم الأول كانت تغني ولكن هذا العمال تربية الموالي والعبيد أي مظهر ما كانت ولذلك لم يستلفت انتباح السلطة الحاكمة عمل طبيعي النقطة الثالثة أن الإمام السجاد صلوات الله عليه ما كان كما في أعيان الشيعة يبقي هؤلاء العبيد أكثر من عام دورة تربوية لعام واحد وفي بعض المصادر رأيت أنه بعضهم كان أقل من ذلك لعله الفترة كانت فترة مرنة حسب قابلية الطرف ربما شهر كان يمضي عليه الإمام كان يعتقه ويعود إلى بلاده أو يبقى في المدينة النقطة الرابعة بعد أن كان الإمام يعتقهم ما كان يتركهم في أعيان الشيعة يذكر أنه كان يدفع إليهم أموالا مو التركي يروح هذا يحتاج إلى تأسيس كيان كان يدفع إليهم أموالا حتى يؤسسوا كياناً لهم عمال، بيت، شغل النقطة الخامسة في بعض الكتب التاريخية أن الذين أعتقهم الإمام صلوات الله عليه في هذه الفترة كانوا مئة ألف شخص وهذا عدد مئة ألف واحد مربى على يد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه هؤلاء ماذا صنعوا؟ وماذا فعلوا؟ وكيف حافظوا على صورة الإسلام النقية في بلاده؟ هذه خطوة من الخطوات التي قام بها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وتبقى ثلاث نقاط أخرى النقطة الثانية الإمام زين العابدين وإبقاء واقعة عاشوراء النقطة الثالثة الإمام زين العابدين وتخريج أجيال من الفقهاء والعلماء والروات وحملة الشريعة والنقطة الرابعة الإمام زين العابدين ومدرسة الدعاء إن شاء الله نؤجلها لحديث قادر صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم البرمجد وضع بالنسبة للمشاهدة الأنذية الأنذية المحركة اشتركوا في القناة